ما بيشوفش فارق بين الاغتسال الشرعي والاستحمام العادي فلو هندي إشارة أو هنوضح الفارق بين الاغتسال العادي أو الاستحمام العادي والاغتسال الشرعي الاستحمام العادي ده تبرد نعم تفكه مثلا واحد بيحس جدا وإيه أم يخش يخدهش يعني الدنيا معاه جميلة كده ولكن هو ما فيش أبدا أي مانع من أن يصلي بحالتي هذه ما فيش أبدا أي عذر لا هو جنوب ولا مثلا هي حائض ولكن ما غسل للتبرد غسل للتنظيف غسل لإنعاش البدن كل هذه أشياء هي مباحة للإنسان طيب فيه غسل آخر هو مش واجب يعني ممكن أصل بغير بدونه ولكن هو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب زي غسل العيد ده غسل مسنون غسل الجمعة عند جمهور العلماء غسل مسنون عند بعضهم قال واجب الغسل للتجمعات أو لتجمع الناس زي الغسل للصلاة الكسوف كل ما كان فيه تجمع للناس يستحب الإنسان أن يكون على هيئة طيبة إذن هناك أغسال يعني مسنونة وهناك غسل تبرد أشياء مباحة لك تاملة فيها وهناك غسل فرض عليك لا تقبل الصلاة أو لا تقبل العبادة إلا بدونه نعم هنا ترجمة نانسي قنقر